فيه أبو فارس على الهاشتاغ يقول الحياد عند وريد صفر أبو فارس وهذا الكلام بقوله لك والجميع أنا لست محايد مين قال لك أني محايد يعني أنت تبغاني الآن انبارات الهلال والنصر هذه أطلع أقول حقق النصر فوزا مستحقا على الهلال بثلاثة أهداف مقابل لشيء لكن الهلال يظل أيضا فريق كبير وهذه الخسارة لا تقلل منها والكرة فوز وخسارة ويوم تفوز وشتل وشتل الجو أنا ما لي في القصة هذه لكن في المعلومة نحن محايدين في ضيوفنا ترى ماجد الفهمي أنا وياه بيننا خلافات ما يعلم فيها إلا الله في وجهات النظر محمد العنزي أنا وياه بيننا أربع شوارع ونافذ ها ولني مقتنع بجز كبير من هذه الأراء لكن ليس من حقي أني أمنعه ليس من حقي أني أسفه من رأيه ليس من حقي أني أقدم رأيه اللي هو قاعد يطرحها ومقتنع فيه وأكيد فيه شريحة كبيرة من المشاهدين مقتنعين فيه فحاول أن الكلام اللي بوصل للمشاهد حاول تتقبل فكرة الوجود أكثر من رأيه أما حكيت المذيع اللي هو زي عسكري المرور واقف في النص فضل أنت مر وقف أنت مر أنا مني برجل أنا مو واقف في إشارة مرور بالطراز القديم حتى أمرر الأراء لا أنا عندي وجهات نظر لا أمنع زملائي في البرنامج وأغلبهم لا أتفق معاهم في الأراء لكن يقولون رأيهم ما يقدر أحد يعني ماجد الفهمي أنا وياه بين شق وبعج على موضوع تقييم الدوري وحصاد الدوري وأرقى وسجل الدوري ولا المقتنع باللي بيقوله لو يحلف للصب طبعا لن تكلم لكن ما أقدر أمنعه من حقه يعبر عن رأيه ولو في أحد في نقطة نظام يريد أن يؤيد رأيه يطلع هذا نظامنا وعشان كذا البرنامج هذا ظل سنين طويلة وأجيال مع أجيال وهي تابعة رغم كل المحاولات التي بذلها قروبات وفلوس انصرفت وناس اخسرت وناس اطلعت وناس شعلقت وناس انزلت وناس هشتقت ما سألت نفسك للحظة الناس ليش تتفرج لن يشعرون أن الحوار متنوع وأن الأراء كلها مطر موجودة نحن ما نمشي على لحن واحد ما نحن بفرقة موسيقية نعزف لحن واحد نحن تلاقي واحد شغال قيتار واحد شغال أورج واحد شغال سكسافون واحد شغال روح فاصل أحسن لنخربط فاصل ونعود